ابها في الجنوب قبل اربع سابيع تقريبا او ثلاثة يقول كان في زواج لفتاة في الجنوب ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها ثم صلت المغرب بعد صلاة المغرب انتقد وضوها فقالت الامة بروح اتوضى وصلي قالت امة انت مجنونة يوم زواجك تروحين تخربين المكياج اللي فيه قالت يومة بروح اصلي قالت لا والله ما تروحين الآن يوم زواجك طبعا زواج بيقعد لين الساعة واحدة وثنتين بيطلع اصلا وقت صلاة العشاء قالت والله يا امي والله ما اقدم احد عن رب العالمين هالعالم كلهم خفتي عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج الطايح ثم ما اعجبهم وما همك اني ما اعجب رب العالمين واغضبه لا والله ربي ينظر لقلبي والله لا اصلي ترى بزعل عليك قالت والله يا امي لا اطيعت في معصية رب العالمين ووالله لا اقدم احد عليه وراحت قدام امها وامها زعلانة وقعدت تتوضى وانسك بالمكياج واغتسلت وتوضت ثم جاءت وفرجت سجادتها وصلت فوالله سجدت وهي اخر سجدة لها في الدنيا والله سجدت وهي اخر سجدة لها في الدنيا والله سجدت وهي اخر سجدة لها هل جزاء فلا يتوقون الى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم والله غفور الرحيم تخيل انها ضحك عليها شيطان وما صلت بتقبض عند الله في نفس اليوم لكنها ما صلت فيا جماعة يا من اشغلهم حواجبهم عن قلوبهم ثلاث ارباع اسلية الفتوى عن حواجب والقلوب تعبانة ما تخشع قلوب تقرأ القرآن ما تخشع قلوب تدعو ما تبكي قلوب متعودة تشكل العالم ثم الكلمات كأنها نهر جاري واذا سجدت وهد فيهن ولا واحد فينا اذا سجدت ما اعرف شقول ما تعود يشكل العظيم متعود يشكل الضعوف ما تعود يشكل الغني جل جلاله متعود يشكل الفقرة ما تعود يشكل متعود يشكل المساكين ما تعود يشكل رب العالمين لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولايا